اشتركوا في القناة كل اللي كان بديها انو خلي ميستي ترتاح شوي يمكن انا الغلطان هي ما كان بدي تروح انا اللي جبرتها فعلا مع حق ما كان لازم نقذب عليهم شو اللي عملته انا ميستي لكني ميستي انا بعرفك من وقت كنا صغار وبعرف انك ما بتقدري تتحمل تشوفي باري موجوعة واذا جرحت جرح صغير كنت كتير تخافي وتبكي انتي كنت تحاولي تكوني ام لاخواتك طول الوقت حتى لما كنا ندخانا ونحن وصغار كنت تتدخلي بناتنا وتحكي بكلمة حبة وتخلينا نتصالح بس هلا انتي كيف قدراني تخوني اختك احكي ميستي ليكي انا ما حكيتك شي قدام اختك بس باري من اعز رفقاتي وانا بس بدي اعرف الحقيقة فاهميني بس لش هيك عم تعملي فيها قواتام انتي ما بتعرف الحقيقة وهلأ ما بقدر اشرح لك شي انا بعرف منيح انك فهمان غلط بسكر مع العشرتنا وساق فيني هالمرة انا ما تغيرت لا انتي تغيرت كتير انا شفتك بعيني كنتي عم تخوني اختك هداك الشاب هو حبيبة لباري خبرتني اليوم وانتي اكيد بتعرفي ليكي لسه معك وقت فيكي تتراجعي وقالي رح يتدمر كل شي باري بتحبك وبتحترمك انتي كل شي بالنسبة لإله وبتعرفي انه عنده ثقة عمية فيكي لو سمحتي لادة مريلا هي الثقة اذا بتهمك ولو شوي فكري بالموضوع ولا تخربي لحياته بترجعك فكري روهان كيف كانت جلسة التصوير؟ روهان وقت كنت مسافر بعد تلي باقت ورد وهلأ او انت قدامي ساكت عترف لي بمشاعرك تجاهي لو سمحت روهان انت حابب تخبرني شي لا يعني في شي لازم احكيه لا انا بس عم بفتح حديث بالمناسبة عشاك اليوم رح يكون احسابي شو رأيك به الشي حلو كتير وين بدنا نروح؟ لحظة انا عندي فكرة من روح على مطعمك المفضل شو رأيك؟ وافقت امتاز معناها اكيد جواتم ما خبر بشي عني انو ميستي لانه لو خبر كانت باري سألتني عن الموضوع فورا بس اذا ما حكالها ليش اجتوا سألتني اذا بدي احكي له شي بشو عم بتفكر؟ لا ما عم فكر بشي اي اي كتا عم فكر انو هاد ارفيئك شو كان اسمو؟ خواتم؟ غواتم غواتم من امتى بتعرفي انتي؟ غواتم بيكون ارفيئي من ايام الطفولة بس ليش عم تسأل؟ ما في سبب يعني يعني لانو هاي هاي اول مرة بيجي فيها لهون وما درت اقعد معو لهيك انا سألت والمناسبة قالك شي هو؟ شو حلو يا روهان انت غيران علي وعم بتحاول تخبي هالشي مو هيك؟ ليش ما بتحكي يا روهان؟ ليش بتضل هيك؟ دايما عم بتلفوا الدور عالموضوع يعني حديث عادي ما في شي مهم ليش؟ يعني كان لازم يقلي شي؟ كتير منيح، معناها ما حكى له الشي لباري خلص أنا راح dit ليس سألت بس من باب الفضول لا، لا، لا لا أنا كانت عم بسأل سؤال عبر من باب الفضول وبس... يعني لهيك أنا سألتك قلت بلكي حكى شي معلومة مهمة وهيك شي مثلاً يعني إيه بما أنك سألت رح قللك جواتامر فيقي من أيام المدرسة مو أكتر وهلأ هو متزوج لهيك ما في داعي تقلق آه كتير حلو منيح هلأ ارتاح قلبي منيح اللي ما حكى له شي لازم طمي الميستي كمان لأنه توترت وخافت كتير من لمن شافته ماما عقول يا روهان كيف تغيرت وارتحت بعد ما عرفت إنه متزوج بس أنت خجلان تحكي واتطور علاقتنا أنا حاسة بحبك وشايفته بعيوني واليوم انبسطت لما شفت غيرتك علي لأول مرة قديش رح تخليني انطر لسه روهان أمتى رح نصير لبعض؟ فضل ميستي تفضلي ميستي شو تشربي؟ أهواء أو شي تاني؟ ما في داعي لحظة جيب الأغراض اللي طلبتن لعندي على المكتب بعد شوي فير ما رح تجي المسالة عنا على البيت؟ ميستي بس بس شو يا فير؟ فير بدك تجي لعندي على البيت إذا ما قدرت تجي منلتقي بشي مكان برات البيت وإذا ما قدرت تجي اليوم منلتقي بكرة المهم تعرف إنه أنا لازم شوفك بصراحة من بكرة أنا حابة نرجع نلتقي كل يوم أنا بعرف منيح إنه كل يلي قلته أنت مضبوط هلا أنسى كل هالحكي بهذاك اليوم بقسم الشرطة أنت عطيتني وعد إنه يلي صار خلص راح بس من هلأ بدنا نبلج حياتنا سواه من جديد فيك تعتبر إنه أنا اليوم أجيت مش عننسى الماضي ونفتح صفحة جديدة أصلاً ما بدي أتذكر الشغلات البشعية اللي صارت هلأ بدي عيش لحظات جديدة ما يكون فيها مطرح للزعل ولا للمشاكل أنت بتعرف إنه أنا ما عد فيني كفي حياتي بدونك ميسي أنا جنبك على طول ورح كون سند لإلك شكراً فير ما قلتلي إنه الملفية اللي سحبته من المحكمة معاك نسخة منه هلأ موجودة عندك ولا لأ بدي تبعتلي صورة على إيميلي منه إيه بعتلك صورة عنه عفكرة اليوم رح تتسلم وهو مبعوث باسمك وفي عقد باسم روهان كمان أوه يا الله كل اللي سافرتون يومين ما بعرف ليش رحتوا أخدت إجازي ما بعرف ليش أوه أنا كان لازم واقعد وانقبر بها البيت يلي بيشوف هالكركبة بيفكر إلي السنة برات البيت مو يومين يا ربي شو هات المرة الجاية رحلوا لأرناف رجاء لا تخليني أخذ كتير غراض شو هالمنظر كل يلي سافرتون يومين بس شو هالفوضى يلي عاملهم دلل عمته بالبيت فعلا هدول شباب هالأيام ما بيعرفوا شي ولا بيعرفوا كيف يعتمدوا على حالهم بس شاطرين بطاق الحنك ماني عرفاني من وين بدي بلش تعزيل كيف بدي يشتغل لحالي اوخ سوك ماني شو شو عم تحكي مع حالك قصدي شكلك ما انبسطت بسفرتك إليلي إذا متخانق مع حدا أنا فيني لا بتعرفيني منيح أنا محبوبة كتير وما بحب أتخانق مع حدا بس مانك شايفة كيف صارت حالة البيت بغيابي وشو عمل أرناف بي هاليومين ولسه بدي يفضي شناتي السفر حاسة إنه مخي رح يفقع هات كل شي اتفضلي اتفضلي النقعد جوا ونحكي بعرف إنك شتيتي لحكياتي كتير قد عد preach السفرة شي بياخد العقل والجناح يلي أخدته كتير مريح وحلو بتسدي إراديك كان بدي أخد السفر جواس الجناح كان لازل تطلعي معي، المناظر بتأخذ العقل والرجال كتير أكابر حتى تعرفت على كم واحد وصرنا رفاة شوفي ميسي، هاي الشغلات ضرورية كتير؟ أي ضرورية فير، أنا فكرت كتير وما في خيارات تانية إذا وصلت الوراق لإيد روهان، رح يعرف بوقتها أنه أهلك هنني اللي يخلوا لي صعبة تخطفني وأنا متأكدة أنه رح يفكر أنه أنت إلك علاقة بهالقصة مهلاك يا ميسي، أنا ما بهمني شو رح يصير بعدين بصراحة أهلي غلطوا بحقك، وأنا غلطت كمان وإذا صار وروهان عصب علي فهش شي من حقه أنا لو كنت محله بعمل أكتر من هيك لسه بس، يلي عم بتقوليه ويلي رح تساويه ميسي، الموضوع ما نسهل أنت متأكدة أنه صح يلي عم بتساويه حياتك كلها ما اعتمد على هاد الشي إيه متأكدة فير أنا فكرت بكل شي وما عد بدي فكر بأي شي تاني صراحة ما في أي خيار تاني موسيقى موسيقى تمام، موسي هي أكلاتك وصلوا فير، ليش كل هاد؟ أنا عن جد ما فيني أكل لازم أمشي هلأ، مو اليوم، غير مرة العزيمة جاية على حسابي ماشي عم قل لك أنا هيك لاحظت الرجال بهديك المناطق غير وجوه حلوة، عضلات كبار أجساب تأخذ العقل إذا ما تطلعت عليهم على من بدي أطلع؟ غيري سيرة، واستحي على حالك لك، مفكر حالك بعدك صغيرة؟ يا ربي قل لي شو أعمل معا له المرأة؟ طيب إنتي قليلي إمتى بدي عيش حياتي وإنبسط وشو العمر المناسب لهالشي؟ يا رفيت الحلوة آه؟ تتذكري، وقت كنا مراهقين كانوا أهلنا يعترضوا، ولما صرنا صبايا كانوا يظلوا ورانا عد عسي آلياني مشان نظل محافظين على سمعتنا أما بهذا اليوم في ناس من أمثالك ظالمين وما بيرحموا بيقولوا إيه بالك تعملي هيك؟ حلي عني يا نحنا هون عنا حرية شخصية بكل شي كل واحد يعمل يلي بدو إياه إليلي إنتي بدي شوف حياتي؟ ما في عمر محدد لتعيش وتنبسطي إيه ما قلتي إلي؟ بأي كتاب مكتوب عن العمر يلي لازم نعيش حياتنا فيه وننبسط أه؟ إذا كنتي تحس بحساب المجتمع بتكوني واحدة هبلا لأنه الناس ما عندهم لا شغلة ولا عملة غير الحكي الفاضي وأنا ما بيهمني حدا صراحة أحسن شي بتعملي إنك تسافري معي ما رح تندمي وراح تلاقي رجال صدقيني مادام بوة بترجاكي عفيني من محاضرتك ومن خفة دمك أنا هيك مبسوطة مثل مانك شايفي طيب مثل ما بدك راح أعفيكي كتر غير بدي أقلك شغلة تانية أحذري مين شفت هنيك مين؟ روهان روهان بس هو خبرني قبل ما يروح إنه هو مستلم مشروع جديد و واحتمالي اضطر ينام الليلي بالستيديو بسبب التصوير شبكي ليش هيك نخطف لونك هو قال لي كمان إنه عنده جلسة تصوير هنيك ومشروع جديد أنا متأكدة إنك ما سمعتي منيح لما حكي عن شغله معقولة كتير إيه قضينا ليلتين من العمر لحظة جبت لك شغلة معي مدام هذا الظرف للسيد روهان أوكي روهان إيه جاي روهان في بريد باسمك إيلي أنا؟ أنا رايحة شوفك باي باي شكرا لك شكرا لك أستاذ اسم ميستي مكتوب ليش باري ما استلمته؟ غريب يمكن تأخرت على شغلة هاد بيان من مركز الشرطة لم يستي؟ هالشي بياني أنه فيرو أهله هنين اللي خطفوه لميستي ما عم بستوعب شي أكيد ميستي عرفت هالشي لما كانت بمركز الشرطة طيب ليش ما خبرتني؟ وإذا كانوا هن النجاني ليش ميستي لتسحب الدعوة؟ ليش لتعمل هيك شي؟ ما عم صدق اللي عم بيصير وميستي ما جابتلي سيري أبداً مبارحة لما كنا بالسيارة واتصل فيها فيرو حسيت أنه زعجت كتير بوقتها ما بعرف ليش حاسس أنه في شي وراها القصة وليش ميستي لتخبي عليه هيك موضوع كبير؟ طيب معقول يكون فيرو هدده؟ يا ربي فير هلأ لازم تجاهز حالك لأنه القصة باللشة تكبر والأمور عم تتطور بس مين اللي اتصل؟ روهان اتصل تظن أنه استلم الظرف وكمان إذا لتقيت بروهان شي يوم بترجعك يا فيرو لاتجبلو سيري اهدي ميستي أنا وعدتك أني رح كون معك وما رح أخلف بوعدي باي ترجمة نانسي قنقر 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 ميستي وينك ردي على تليفونك وينك يا ميستي ردي على التليفون بير روهان روهان انت شو حكيت مع ميستي اعترف شو حكيت مع ميستي وليش هيك خايفة كتير لك انت كيف تجره وبتخطفه لك انت مين يفكر حالك ما بتتخيل قديش أرفان من تصرفاتك يعني ما بيكفي لك خطفته وجاي عم تحدده كمان لدرجة انه ما اجيت وحكيت لي تحدده لهيك راحت وسحبت الشكوى انت بلا ضمير ولا احساس لك مستحيل تكون بني آدم ما فكرت فيها يا سيد فير ما فكرت انه هالزعران كان فيهم يعملوا اي شي كان فيهم هالوسخين يأزوها وحطي يغتصبوها روهان لك فهم انا ما هددته انا بعرف انه ابي وامي غلطه بحقه بس حبيت تصدق او لا انا ما ارى بتصوبه ابدا ولما دريت بالقصة رحت اعتذرت منه فورا لاني بصراحة خجلان منه كتير روهان ميسي هي اللي راحت وسحبت الدعوة كل الحق علي انا معرفت قيمتها المشكلة فيني انا معرفت حسسها بحبي لهيك كنت ضل هنا بس رغم كل شي صار ميسي قدرت تفهمني ومات خطت حدوده بنوب صدقني روهان ميسي سحبت الدعوة برغبتها انا ما جبرت على شي عم تكذب يا عواطي كذب بكفي روهان انت ما عم تصدق يلي عم قوله روح واسأله لميسي انت بتسق فيها ما هيك خليها هي تقلك الحية شو صار ليش ما بتروح وبتسأل ميسي خايف انا ما بتخاف من حدا يا فيا خايف من الحية لانه ببساطة رح تجرحك كثير روح واسأله لميسي وراح يتوضح كل شي رجان استاذ طلع لبرة لو سمحت يا عمو انتبه شوي خايفة يوقع وما عنا سيولة استاذ خان شو عم تعمل صار لك ساعتين عم تشتغل بالورود استعجل لك شوي رح خلصنش هي بس نصاعة ارناف كنت عم فكر بشغلة رح نعمل دخلة العروس من هون ودخلة العريس من هديك جيها ورح يلتقوا هون ووقتا رح تشتغل الإضاءة ويطلعوا عالمسرح شو رح يعجبون شو رأيك لا خلاص يا باري بعرف شو بدك وفهمت العمال شو لازم يعملوا لا تخافي واو باري عملت كل هذا الشغل لحالها تعرف انت بتجنن منيح انك اشتغلت معنا بالشركة حاسة انك عم تتعلم بسرعة شكرا شكرا صحي ما قالتلي طالع اليوم تتعشي انت وروهان اي تعرف انو روهان حجزلي باكتر مطعم بحبه بالمنطقة ساعة ورايحة عالمطعم اوكي شوفك تعال استاذ خان بشكرك يا ربي اجت ميستي واخيرا ميستي كنت عم فكر انو نخلي هديك الطاولة فاضية مشان يحطوا المعزيم علي الهدايا اللي رح يجيبوها معون وحطيت هديك الصوفاية بالزاوية مشان المعزيم يلي قرابة من العرسان هنه يعدوا علي حلو؟ وعلقت الوردات منيح بس بظن انو لازم نغيرهم او نعمل فيهم شي موديل تاني غير هاد انتي شو رأيك؟ باري كل شي تمام لانك زبطت كل هاد سمعيني هدور شوية وراء مهمة عندي بدي بس اتوقعيلي علي هون باري انا رح اعمل هاد الشي لاني بوثق فيكي ان اليوم رح تصير كل حصتي بالشركة باسمك انتي وهلأ شغلنا صار للك وما عاد الي حق فيه كل ارباحي رح تكون للك ولاخي انش بتشكرك باري لانك عم تسهلي علي الامور بدون ما ترجعيلي اشتغلتي شغل عظيم كل شي عم اعمله رح يخلينا نتجاوز كل شي ونكفي حياتنا وهلأ صرته كبار وقد المسئولية وصار فيني انا اشوف حياتي وين لازم وقع لسه؟ منيح باري اليوم المساء اكيد رح نلتقي بالبيت ونحكي بالتفاصيل على كل حال باري كل شي ساجاعز تقريبا وما في داعي الضلي موجودة هون ماشي باي باي ميسي وينك انا بدي شوفك ضروري كتير روهان انا مشغولة عندي اجتماع كتير مهم وما بقدر شوفك اليوم لا ميسي انا الو ميسي لعمة موسيقى 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 اشتركوا في القناة يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الاشعارات لتكون اول من يشاهدها